ما نحتاج المظاهرات الآن حتى حرار الشمس لانطفأت الشمس وانتهت الشمس وأنا والله مويردون العجاز أنا مستعد أجل العراق أطلع ناس وياي إلى الصحراء وأدعو بدعاء ويطلعون ساداتهم وهم ويطلعون لا أحمل عظم نبي أنا أحمل إيمانا فقير أحمل قرآنا وهم ليأتون بكل العظام إذا ما خلت الدنيا تمطر في شدة صيفها يعدمون لبنص النجر بس إذا مطرت الدنيا راح يقولون ليه ساحر أنا الذي أقسمت على الشمس بحلقة من الحلقات بعلي لننتظر ماذا تفعل الشمس بالأيام القادمات هل تذوب هل ترجع حرارتها إلى ما لا يستطيع العرفان حامل العرفاني أن يصل إلى ما قلته لأن الشمس الذي ردها علي عليها أن تأتمر بأمر علي ولكن نحن لا نحترم علي لو احترمنا علي ما نزلت إلينا الشمس لبنان وسوريا مئات الأمتار عن العراق عشرات الأمتار نروح إلى الرمادي ليحدود سوريا سوريا باردة العراق حرارة ستين هذا شيء يدلل لأنه علي عندنا مو سوريا ما بيها فساد لا هي أم الفساد والفجور لا لأن ذولا ما عدتهم أولياء ما عدتهم يشهدون عليهم مثل علي بن أبي طالب ما عدتهم مثل الحسين أبدا ولذلك الحرارة ما تجيديها بألمانيا ما تجيديها بموسكو ما تجيديها بأمريكا إلا ما ندر وشكية ثلاثين عشرين بالسودان درجة الحرارة ثنين وثلاثين لأن ما بيها أولياء صالحين ليش إحنا مو السودان على خط الاستواء كانوا يدرسون يضحكون علينا بالمدرسة أنه بالجغرافية أنه درجة الحرارة أعلى درجة حرارة هي على خط الاستواء الآن خط الاستواء انتقل للعراق على النجا هذا كله ذنبون